اشتركوا في القناة اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك خيركم من تعلم القرآن وعلمه في سبيل دراسة وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى مضت مملكة البحرين في مسيرتها الخيرة في العمل القرآني بجهود دؤوبة حرصت من خلالها على تشييد العديد من المساجد والجوامع ومراكز تحفيظ القرآن الكريم إلى جانب إعداد العديد من البرامج لتأهيل القراء وتعليمهم أحكام التجويد والتفسير بالإضافة إلى إقامة حلقات الذكر والمسابقات القرآنية لمختلف الأعمار هذه الجهود الطيبة في طريق تعليم القرآن تأتي في ظل الرعاية البلكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعليم القرآن الكريم وحفظه المركز الأول في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها السابعة والعشرين يذهب إلى المتسابق محمد عدنان عبدالله محمد العمري من البحرين فها هي مملكة البحرين تجدد فخرها بإنجازات أبنائها في مختلف المحافل القرآنية الدولية فابنها محمد عدنان العمري حقق المركز الأول في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يصطفاني أن أكون من أهلي وخاصتي وأن رزقني هذا المركز الطيب في تلك الجائزة الطيبة طبعا المشاعر يعني لا يعجز اللسان عن وصف المشاعر مشاعر جدا رائعة وجميلة كما حققت ابنتها نور عبدالرزاق المركز الأول للمسابقة ذاتها لأصحاب الهمم في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا بالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل قراءة متقنة الأحكام الأمر الذي يؤكد على ما يتمتع به شباب وشبات المملكة من شغف عال بحفظ كتاب الله ودراسة علومه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر